أول ظهور لك على المصر إيه بقى؟ ردود أفعال الجمهور كانت إيه؟ وكان أصلاً الأنهي يعني على أي مصر أوكي كان أول مرة أمسك مايك وعمل استندف كوميدي شهر 6-2014 كان مع الحزب الكوميدي اللي أنا فيه أو مش حزب سياسي هو اسمه بس الحزب الكوميدي كانت حفلة أوبن مايك اللي هو أي حد عنده حاسس أنه ممكن يعمل كده يروح يعمل كده فقدمت وروحت الحفلة خدت معي 13 أو 14 واحد صحبي عشان يتحكوا؟ عشان يكونوا؟ لا عشان يتمنوني فروحت هناك أصلاً لقيت فيه 20 واحد من نوحة مصرشة أصحابي في الموضوع في الموضوع كان فاكك شوية لكن أول مرة طلعت على مصرح مصرح كان في سيد الصوي كان الموضوع مراعب تماماً فيه جمهور كتير جداً قاد قدامي 3-4 هم يعرفونيش وأنا مطالب أن أطلع الناس يتتحك كان نروعب جداً طلع على يعني هو الفيديو اللي موجود اللي احنا شوفنا في الوقتي كنت طلع لو الناس ركزت هتلاقي أصلاً أنا متوتر بتحرك كتير وكده لكن الحمد لله لا لا كان نرد فعلاً الناس كويس جداً أكتر ردود أفعال من الجمهور الأعمار يعني الأعمار للسن الصغير التين ايجرز ولا الناس الكبار اللي بيبعتلع عندهم مشاكل وعندهم هموم فجيني اتحكوا هو الجمهور عادةً بيبقى في سننا يعني مثلاً من 18-19 سنة أولاً إذا ما فيش ناس كبار؟ لا لا في ناس كبار وهم الدول اللي رأيهم بالذات يعني لما بيجيني شخص مصلاً كبير راجل كبير جايب أسرته وبيجي يشكرني أنه هو اتبسط أو اتبسط بالإيفنت ككل بيه وبصحابي الكوميديانز اللي كانوا معنا أنا متبسط جداً يعني الناس دي فيه فرق بيننا وبينهم طريق التفكير وفرق تربية وفرق أعمار وفرق حاجات احنا شفناها هم ما شفوهاش والعكس فلما بقدر أوصل للناس دي ويكون سبب في أن هم يتحكوا بيبقى الموضوع بالنسبة لي بيبقى لطيف جداً أكتر من لما شاب بيقول لي أنت فرحتيني النهار دا